سيف الدين قطز هو واحد من أعظم الشخصيات في تاريخ المسلمين اسمه الأصلي محمود بن ممدود وهو من بيت مسلم ملكي وهو ابن أخت جلال الدين الخوارزمي ملك الخوارزميين المشهور والذي قاوم التتار فترة وانتصر عليهم ثم هزم منهم وفر إلى الهند وعند فراره إلى الهند أمسك التتار بأسرته فقتلوا بعضهم واسترقوا بعضهم وكان محمود بن ممدود أحد أولئك الذين استرقهم التتار وأطلقوا عليه اسما مغوليا هو قطز وهي كلمة تعني الكلب الشرس ويبدو أنه كانت تبدو عليه من صغره علامات القوة والبأس ثم باعه التتار في أسواق الرقيق في دمشق واشتراه أحد الأيوبيين وجاء به إلى مصر ثم انتقل من سيد إلى غيره حتى وصل في النهاية إلى الملك المعز عز الدين أيبك ليصبح أكبر قواده كما رأينا وكان قطز كبقية المماليك نشأ على التربية الدينية والحمية الإسلامية وتدرب منذ صغره على فنون الفروسية وأساليب القتال وأنواع الإدارة وطرق القيادة فنشأ شابا محبا للدين معظما له قويا جلدا صبورا وكونه ولد في بيت ملكية وكانت طفولته طفولة الأمراء هذا أعطاه ثقة كبيرة بنفسه بالإضافة إلى ذلك أن أسرته هلكت تحت أقدام التتار وهذا جعله يفقه جيدا مأساة التتار كل هذه العوامل صنعت رجلا ذا طراز خاص جدا يستهين بالشدائد ولا يرهب أعداءه مهما كثرت أعدادهم أو تفوقت قوتهم التربية الإسلامية العسكرية والتربية على الثقة بالله والثقة بالدين والثقة بالنفس كانت لها أثر كبير في حياة قطز بعد وفاة سلطان المماليك المعز عز الدين أيبك تولى ابنه نور الدين علي بن عز الدين أيبك الحكم وكان صغيرا وجد قطز أن السلطان الطفل مشغول باللهو عن أمور الحكم وأن بعض أمراء المماليك يستغلون ذلك في التدخل في أمور الحكم وجاء ذلك مع قدوم رسل التتار يهددون مصر بالاجتياح فقام بعزله بعد موافقة العلماء وأعلن نفسه سلطانا على مصر بدأ قطز حكمه بمواجهة معضلة خطيرة وهي صد التتار المتوحشين القادمين لغزو مصر بعدما أسقطوا الخلافة الإسلامية ودمروا بغداد واجتاحوا الشام لم يكن قطز يستطيع صد التتار بجيش متشعب الولاءات بين الأمراء الذين يبحثون عن مصالحهم ولا بشعب لاهن عن الجهاد وتبعاته لذا بدأ بتنفيذ خطة محكمة إذ بدأ بحشد جهود العلماء المخلصين من أجل بث روح الجهاد في نفوس الشعب وانتدب سلطان العلماء العز بن عبد السلام لهذه المهمة ومعه عدد من العلماء الأجلاء الذين تحفظ لهم الأمة مكانتهم ولم يكن للشعب أن يتبع خطوات العلماء ما لم يكن الحاكم نفسه يفعل ذلك لذا لما أراد قطز فرض ضريبة على الشعب لتجهيز الجيش أفتل عز بن عبد السلام بعدم الجواز إلا بعد أن يخرج الأمراء ما عندهم من أموالهم وأموال نسائهم وجواريهم كان قطز أول من نفذ تلك الفتوى على نفسه ثم طبقها على بقية الأمراء بالقوة وكان لابد للجيش من أمراء أكفاء يقودون الجنود وهم مقتنعون بالهدف والغاية لذا عمل قطز على تجميع الصفوف وتوحيدها كما أخذ يحمس الأمراء للجهاد في سبيل الله تراص الجميع خلف قطز شعبا وأمراء وعلماء فبدأ التجهيز العسكري للمعركة وفي يوم الجمعة الخامس والعشرين من شهر رمضان سنة 658 هجرية التقى الجيشان المسلم والتتري على سهل عين جالوت وقاتل قطز قتالا عجيبا وبعد توكل على الله وخطة ذكية من قطز أثبت بها تفوقه على خصمه كتبغى قائد جيش التتار ونائب هولاكو كتب الله النصر للمسلمين وبدأت الكفة تميل من جديد لصالح المسلمين وارتدت ضغط على جيش التتار وأطبق المسلمون الدائرة تدريجيا على التتار وقتل كتبغى بيدي أحد قادة المسلمين وفر التتار إلى منطقة بيسان وهي منطقة تقع على الشمال الشرقي من عين جالوت ورأوا أن المسلمين جادون في طلبهم فلم يجدوا إلا أن يصطفوا من جديد لتدور موقعة أخرى عند بيسان أجمع المؤرخون على أنها أصعب من الأولى وقاتل التتار قتالا رهيبا ودافعوا عن حياتهم بكل قوة وبدأوا يضغطون على المسلمين وكادوا أن يقلبوا الأمور لمصلحتهم فانطلق قطز يحفز الناس ويدعوهم للثبات ثم أطلق صيحته الخالدة وإسلاماه قالها ثلاث مرات ثم دعا قائلا اللهم انصر عبدك قطز على التتار وما إن انتهى من دعائه إلا وخارت قوى التتار تماما وقضى المسلمون تماما على أسطورة الجيش الذي لا يقهر وأبيد جيش التتار بكامله وانتصر الجيش الإسلامي ويعد انتصار قطز وجيشه في معركة عين جالوت ضد المغول إنجازا تاريخيا حاسما حيث ساهم في حماية العالم الإسلامي من خطر داهم وقبل عودة قطز إلى مصر توفي رحمه الله في السادس عشر منذ القعدة عام ستمائة وثمانية وخمسون هجرية ترك قطز إرثا عظيما يتمثل في شجاعته وإخلاصه لوطنه ودينه مما يجعله نموذجا يحتذا به في القيادة والتضحية